من أجل زرع حب الوطن والانتماء لدى الأطفال وزعت مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي عددا من مجلة الجندي الشجاع الصادرة عن وزارة الدفاع على تلاميذ مدرسة النوارس في مجمع بسماء السكني في يوم الخميس الذي يصطف فيه التلاميذ لرفع العلم العراقي هنا الطالب يتعلم العلم والمعرفة والقراءة ويتعلم حب الوطن تواجدنا مع الطلاب الصغار وتوزيع مجلة الجندي الشجاع عليهم لغرز حب الوطن وغرز حب المؤسسة العسكرية في قلوبهم وتواجدنا في رفعة العلم كل خميس في مدرسة هو منهاج جديد للتعاون بين المؤسسة العسكرية وبين الطلاب اليوم طلابنا عندما يرون الضابط والمنتسب متواجد معهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم يفرحون وتبدأ المعاملة بينهم وتبدأ المحبة المتبادلة من الصغر للمدارس الابتدائية خصوصا التربية والتعليم هي ليست فقط تعليم وإنما تربية لحب الوطن والغرز القيم الوطنية وكذلك للدعم المعنوي والأسناد سيما وأنتم تعلمون التلاميذ هم بنات الوطن المستقبلي إن شاء الله وهم أفضل استثمار للوطن التلاميذ ومن هنا المؤسسة التربوية تساند المؤسسة العسكرية بكل الطاقات لدينا مكتبة مكتبة مدرسة سوف يكون مجلة الجندي الشجاع فيها وتكون مناقشات بين التلاميذ ومعلميهم حول هذه المجلة ولما يمثله الجندي العراقي المضحي الأبي حقيقة من الدفاع عن الوطن ما نحن إلا في الحجد التربوي والحجد العسكري والقوات المسلحة إلا جميعا نتعاضد للدفاع عن الوطن المدرسة ساحة البناء وميدان التنافس التي بدورها كرمت أبنائها التلاميذ المتفوقين بمجلة الجندي الشجاع تجيعا لهم بغية الاستمرار بالتفوق العلمي لا سيما تثقيفهم وتعريفهم ببطولات وتضحيات الجيش العراقي نشكر مديريات الإعلام والتوجيه المعنوي لزيارة مدرسة النوارس ووزعت مجلة الجندي الشجاع لتحفيز الأطفال اللي حبوا الوطن الله يوفق الجنود كلهم وندعو لهم بالانتصار على كل الأعداء عش هكذا في علو أيها العلم كلمة ترسخت في الأذهان على مر الأجيال هذه البذرة تجرع في أطفالنا وتنمو على حب الوطن وجيشه المقدام لتكون ثمارها حمايته من الأخطار أمحمد شويلي أعلام وزارة الدفاع